الإنسان بيطبعه بيحلم كتير لكن أغلب هيد الأحلام ما بتتحقق ليه؟ لأنه الأحلام بتتطلب شجاعة وعمل وصبر وعدم السيستام وعدم فقدان الأمل فلازم تعرف كيف تركز على هدفك لتقدر تحقيقه وتوصل فعلاً لحلمك خليك مرحبا وأهلا وسهلا بكل متابعي برنامج خليك بوزيتف بهيد الفيديو رح أحكي عن النجاح وكيف ممكن الواحد يحقيقه وشو هي الخطوات المهمة اللي لازم يطبقها الشخص ليقدر يوصل لهدفه ويكون ناجح لا تنسو الشار واللايك والسبسكرايب ليوصل هيدا المحتوى لأكبر شريحة ممكن تستفيد منها خليك بوزيتف بالبداية خليني أسألكم سؤال هل صعب عليك الوصول إلى هدفك؟ ليه بتوقف بنص الطريق وبتفقد الرغبة أنه تستمر ليه بتحس بالأحباط بعد فترة فكر بهيد الأسئلة وحاول تجاوب عليها عزيز المتابع خليني أقولك أنه غالبية الناس بتعاني من نفس الشي 10% بس من الناس بيشعروا أنهم فعلاً حققوا هدفهم أنت عم بتتابع هيدا الفيديو كرميل تعرف كيف تقدر تحقق هدفك وتكون من العشرة بالمية طيب الوقت عم بيمشي بسرعة بكل الأحوال إن كنت عم تشتغل على نفسك أو مقضيها لعب السنة الجاية رح تجي أكيد بس يا طرى هل رح تكون أنت على نفس وضعك؟ أو رح تكون اشتغلت على نفسك وطورت حالك؟ ما في شك إنك وقت تحديد هدفك بيكون عندك الحميس والطموح والاندفاع لكن بنفس الوقت في شي مهم كتير بتنسي وما بيجي على بالك وهيدا الشي هو الحياة نفسها أوقات بتحس إنك أول ما بتبلش بتبدأ بخطوة معينة الحياة بتشتتك عن هدفك وتلاقي نفسك إن شغلت بإشي كتيرة إذا ما ركزت على هدفك رح تفقد حماسك اللي باللشت فيه وبالتالي ما رح تحصل على التطور اللي بتتمنيه وهيدا الشي بخليك تفقد التحفيز المطلوب والأخطر من هيدا الشي سقتك بنفسك اللي ممكن تنهز وتصير محل سؤال سهل كتير إنك تلوم العائلة أو الظروف العمل أو التكنولوجيا أو أي شي مخليك تتشتت عن هدفك لكن لازم ما تنسى إنو كل هيدا الإشياء رح تاخد جزء من وقتك ومن حياتك وهيك بيكون القاء اللوم على الإشياء ما رح يفيدك بأي شي بالعكس رح يضرك علماء النفس بيقولوا إنو هيدا التفكير خطير كتير وأكتر شي ممكن يهدك أو يدمرك من داخلك لأنك بهيدا الطريقة عم توحي لنفسك إنو ما عندك أي قدرات داخلية وإنو نجاحك مش بإيدك أنت بتفكر على طول إنو نجاحك بإيد الظروف أو بإيد الناس اللي حوالك طيب شو بتقدر تعمل كرميل تستمر بحماس وتوصل لهدفك رغم الصعوبات فيه ست خطوات بتقدر تطبقها اللي تساعدك بإنك تظل مركز على هدفك وكمان رح تخليك متحفز ومصمم أكتر على الوصول الخطوة الأولى إنك اتفكر أكتر فكر مرة تانية بهدفك هل هدفك يتميشى مع كواعد الأساسية لوضع الهدف؟ لأنه وضع الهدف فيه إلو خمس كواعد لازم تعملها وهيدا الكواعد بتختصرها كلمة smart S specific يعني هدفك لازم يكون محدد M مجربل هدفك لازم يكون قابل للقياس A attainable يعني إنه الهدف يمكن تحقيقه R realistic هدفك لازم يكون واقعي T time it يعني هدفك لازم يتحدد بوقت هدفك لو نقصوا أي نقطة من هيدول الخمس كواعد رح يكون فيه شك كبير إنك تصله فكر بهدفك ولا تنسى إنك محدد بوقت وعبارة محدد بوقت مش معناها إنك تحدد وقت للوصول للهدف لا المعنى إنك تحط وقت لمحطات الهدف وهيدا شي رح نحكي عنه بعدين طيب خلينا نقول أنت فكرت بهدفك وشفت وماشي مع القواعد الخمسة اللي قلناهن بعد هيك رح تروح للنقطة التانية وهي اختصار القائمة إنه يكون عندك أهداف كتيرة هيدا بحاد ذاته شي حلو لكن الأهداف الكتيرة رح تخليك تتشدد لهيك حاول إنه ما يكون عندك أكتر من هدفين أو تلاتة بنفس الوقت افترض إنه طلبت منك توقف الفيديو وتكتب أهدافك رح تشوف حالك عم تكتب أهداف كتيرة وانتبه لا تتجاهل أي هدف تكتبه لكن حدد أكتر هدفين مهمين عندك وخليهم بقائمة خاصة فيهم وقسم الأهداف الباقية لمجموعتين الأولى هي أهداف مهمة لازم تعملها أول ما تخلص من الأهداف الأساسية والتانية أهداف ممكن تأجلها لوقت تاني لما ترتب كل الأهداف بهذه الطريقة رح تقدر تركز على الأهداف الضرورية اللي بدك تعملها لأنه كل هدف رح ياخد منك طاقة وجهود فإذا اشتغلت على كل الأهداف مع بعض رح بتكون عم بتوزع الطاقة والجهود على عدة أشياء بنفس الوقت وهيك رح يكون مصيب كل هدف من الطاقة والمجهود قليل وبالنتيجة ما رح توصل إلى أي تطور أو تقدم لهيك لازم تحدد هدفك الأساسي وتختصر أحلامك بهدفين أو ثلاثة مش أكتر بنروح حلق للنقطة التالتة اللي بتقول جزق هدفك إلى محطات حجم الهدف أو أهميته عندك ممكن بسهولة يتحول لوسيلة ضغط عليك لكن لو جزقت هدفك لأهداف صغيرة واهتميت بكل جزء من الهدف وبعدها تحولت لنقطة تانية والتالتة واشتغلت عليهم بتركيز واهتمام إلى أن تكمل كل أجزاء الهدف رح تشوف أنه الموضوع صار سهل وهيدا الأسلوب رح يخلي سأتك بنفسك قوية ورح تكون مرتاح ومسيطر أكتر تنقول بدك تتعلم المونتاج أو تتعلم لغة أو شي تاني وأنت معلوماتك عن هيدا الموضوع صفر وهدفك احتراف المونتاج المونتاج بحر كبير وعالم تاني أنت ما بتعرف شي عنه فيه برامج لازم تتعلمها فيه إشي كتير لازم تدرسها عن الموضوع لازم تاخد دورات عن المونتاج يعني لازم تشتغل كتير لتصير محترف بمجال المونتاج ولما تجي تفكر بهيدا الأشياء رح تقول لحالك يا ترى أي متى رح أخلص كل هيدا الأمور وطرى ما أنت عم بتفكر هيك رح تحس إنه الموضوع أكبر منك وصعب كتير لهيك بيكون الحل الأنسب إنك تجزق هدفك لمحطات كرميل تقدر تسيطر على الشي اللي بدك تتعلمه وتكون محترف فيه يعني تكتب الإشياء اللي لازم تتعلمها وتقصمها لأقصام صغيرة تنقول مثلا إنك حطيت خمس إشياء بدك تتعلمها لتصير محترف بالمونتاج اللي بدك تعمله إنك تبدأ بأول مهارة من الخمسة اللي حطيتهم وبعدها تدرس منيح كم من الوقت بتحتاج كرميلة إيس تطورك بعد كل جزء اتعلمته هيك بدل ما كان هدفك اللي هو احتراف المونتاج عمل لك قلق صار بسيط لأنك جزأته ولأنه صار سهل رح تتحفز وتتحمس أكتر كرميلة خلصه محمد عليك لاي قال لق جملة معبرة كتير بيقلك ما تعد الأيام ولكن اجعل الأيام تستحق العد يعني خلي كل يوم إلو إيمة اسأل حالك أنت اليوم عملت شي بساعدك على تحقيق هدفك؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما تعد الأيام أنت ماشي صح لو الإجابة لا راجع نفسك وخلي كل يوم إلو إيمة منكمل مع الخطوة الرابعة واللي هي الصديق قبل الطريق رح تقلي شو علاقة الصديق بهدفي؟ إذا ما كان هدفك شخصي أو سري الأفضل أنه تلاقي شخص عندك سائفي وتحكيله عن الهدف اللي بدك توصله مثلا حابب تفتح المشروع الفلاني بدك تتعلم مهارة أو لغة أو أي هدف بدك تتعلمه الشخص اللي رح تختاره بيكون دافع لإلك إنه تكمل هدفك وما تتكاسل وحتى لو تكاسلت هو رح يحاول يشجعك ويدعمك وممكن هيدا الصديق يكتشف بالصدفة شي معين إلو علاقة بهدفك ويجي ويقلك عليه وينصحك شو ممكن تعمل فإذن الصديق قبل الطريق هي خطوة مهمة ممكن تساعدك للوصول لهدفك وصلنا عزيز المتابع للنصيحة الخامسة سجل تقدمك لما تحدد هدفك أول شي تفكر فيه كيف تقدر تقيس تقدمك نحو الهدف لو هدفك تتعلم لغة يمكن رح تقيس تقدمك بزيادة عدد الكلمات أو العبارات اللي تعلمتها وعلى فكرة قياس التقدم من أكثر الإشياء اللي تحفزك على الاستمرار ومثل ما بتقول هيلين كيلر الكاتبة والناشطة السياسية الأمريكية ضع وجهك دائما تجاه شعاع الشمس ولن تستطيع أبدا أن ترى الظل وهيدا معناه أنه شعاع الشمس هو هدفك خلي عينك عليه وتول ما تركيزك عليه ما رح تشوف الظل اللي مقصود فيه أي شي ممكن يشتتك أو يخليك محبط وصلنا معكم للخطوة الأخيرة واللي بتقول ارسم صورة لهدفك على فكرة عقلك بيفكر بطريقة صور لو رسمت صورة لهدفك هيدا رح يساعدك لا إراديا أنك تبقى متحمس ومركز على هدفك أنت محتاج أنه كل شي بداخلك يشتغل بتناهم ويكون لمص لحتك لتحقق حلمك عقلك الواعي واللاواعي لازم يشتغلوا مع بعض نحو الهدف أي واحد فينا عنده إشي كتير بيفكر فيها لو حاولت بعقلك الواعي تفكر بكل شي بنفس الوقت عقلك رح يوقف لهيك عقلك الباطن بيصفي وبيفلتر كل المعلومات اللي حوالك وبيسمح بدخول المعلومات المفيدة بس يعني إذا كنت بمطرح في كتير ازدحام أو ضوضاء مستحيل تعرف تفهم كل شخص شو عم بيقول لكن إذا واحد من الأشخاص لإسمك رح تقدر تميز وتسمعه بوضوح لأنه عقلك الباطن قرر أنه يسمع هيدا الصوت من بين البقيين لأنه هيدا الشي مهم وبخصك نفس الشي رح يصير معك إذا رسمت هدفك بطريقة يفهمها عقلك على شكل صورة وكل فترة بتشوفها قدامك فأنت هون عم بتبرمج عقلك الباطن على أنه هيدا الشي مهم كتير بالنسبة لإلك أكتر من أي شي بالحيات ولو إجت فرصة مناسبة عقلك رح يساعدك على تحقيق حلمك فورا عقلك رح ينبهك لهيدا الشي ويخليك تركز عليه وانتبه رسم الهدف على شكل صورة من وكافي لازم كمان تفكر فيه وتتخيله باستمرار وهيك ممكن تشوف أنه كل المصاعب بلشت تختفي تدريجيا ومتل ما بيقول والت ديزني الفرق بين الربح والخسارة هو في أغلب الأحيان عدم الاستسلام كل شخص بالحياة بيواجه تحديات وصعوبات كتير لكن لازم تعرف الطريقة اللي نتعامل فيها مع هيدا التحديات يا نستسلم أو نتحدى حالنا ونستمر بالتقدم لأنه النجاح منه شي سهل نحصل عليه النجاح رحلة مليانة بالتحديات والصعوبات لهيك لازم تكون قادر على تحمل الضغوطات والمخاطر اللي رح تواجهك بهيد الرحلة رح تسأل كيف أحقق أهدافه وأنجح بالحياة رح أقولك لازم تكون متحمس وملتزم وتشتغل على الشي اللي بدك تحققه حدد أهدافك بشكل واضح لا تخاف من الفشل والمخاطر الفشل منه نهاية اللعبة الفشل والخسارة دروس قيمة ومهمة بتقدر تستفيد منها بالمستقبل وإذا بدك تنجح لازم تشتغل كتير لتوصل للكمة ولازم تضحي كرمالة حقيق أحلامك وبالأخير بدي ذكرك بأنه الشخص الوحيد اللي عم يمنعك من تحقيق أهدافك هو أنت هلأ رح أحكي عن ثلاث أشياء أساسية للوصول إلى النجح وهيدي الأشياء كتير من النجحين ما بيحكوا عنها لكن بالمقابل إذا اتبعتها فعلى الأغلب رح تواجه صعوبات مرتبطة فيها وهيدي بتكون ضريبة النجح بس اللي بده ينجح ويوصل لهدفه لازم يكون مستعد للمواجهة خلونا نروح للنقاط الثلاثة أول نقطة هي النجاح سيكلفك شيئا ما الأشخاص اللي بدون يكونوا نجحين ما بيفكروا عادة بالتكلفة اللي لازم يتحملوها الوصول للنجاح رح يكلفك شيء أكتر من المال رح يكلفك الوقت، الأصدقاء، الأهل وغيرها كتير إشياء النجاح دايما بيجي مقابل ثمن الثمن هون مش بس مصاري لا الثمن بالمقابل هو إنك ممكن تخسر إشياء كتير بحياتك لأنه النجاح منه هدية لتوصل للنجاح لازم أنت اللي تروح له وتركه دورا وتكون مستعد إنك تتحمل كل شيء لتحصل عليه لازم تحدد وقت تتخلى عن النوم تصهر وتتعب، تخصص أموال أكتر لأنه النجاح رح ياخد وقت طويل ممكن سنة، سنتين أو عشر سنين فهل أنت مستعد إنه تكون ناجح؟ إذا كنت فعلاً مستعد لازم تضحي الشيء الثاني الأساسي للوصول للنجاح واللي ما حكي عنه كتير من الناجحين هو إنه النجاح ممكن بوقت من الأوقات يخليك تكون وحيد لا، لأنه رح يجي وقت بتكون مركز على مشروعك فرح تنسى العالم الخارجي والمشكلة هو إنه الناس اللي حواليك ما رح يفهموا هيدا الشيء ورح يبتعدوا عنك وممكن أنت اللي تبتعد عنهم لهيك بصير النجاح رحلة متعبة وصعبة ورح تحس بالوحدة لهيك لازم تكون مستعدة على طول لفكرة إنك تكون وحيد وتمشي لحالك كرميل توصل للمرحلة اللي بدك توصلها منكمل مع النقطة الثالثة والأخيرة وهي إنه النجاح رح يكون فارغ وسطحة ومش مهم إذا بتقيسه من خلال الأعمال وكمية الأموال اللي بتحصل عليها أو من خلال عدد المتابعين والأعجابات اللي بتجيك من وسائل التواصل الاجتماعي وكمان بيكون نجاحك فارغ ومؤقت إذا كنت عم بتقيسه من خلال رصيدك بالبنك أو بعدد الأشخاص اللي بيقدروك أو بحجم التخطية الإعلامية اللي بتحصل عليها معظم الناس بتجروا بهيد الأشياء كرميل النجاح المالي وتحقيق الشعبية وبالعلاقات كرميل يوصلوا للنجاح بس اللي بيصير إنه بعد فترة بيتمنوا يرجعوا لورا وبصور يقولوا بدنا ننجح بدون اللحظات العظيمة اللي غيرتنا وخسرنا من وراها كتير أمور لازم تعرف يا عزيز المتابع إنه الأشياء اللي بتحدد نجاحك مش بس المصاري والشهرة والعلاقات الكتيرة لا النجاح كمان بيكون من خلال الشعور بالسعادة والتمتع بالصحة الجسدية والنفسية النجاح الفعلي إنك تكون مرتاح وفرحان ومستمتع بحياتك مع أهلك وأصدقائك لأنه النجاح بدون علاقات بدون ذكريات بدون شعور بالراحة بيكون مجرد قطعة من الكيك أما النجاح الحقيقي هو الحصول على الكيك كله كرميل هيك لازم تتأكد من اختيار المقياس الصحيح للنجاح النجاح تجربة شاملة وكاملة ومنه تجربة جزئية ومحدودة يعني إذا بدك تنجح لازم تعمل الأشياء اللي ذكرنيها وإذا شفت إنه هيدا الأشياء كتيرة وصعبة عليك لا تعملها وإذا قلت لأ أنا بدي أنجح وبدي أعملها لازم تحصل على التجربة كاملة لأنه ما في نجاح مجرد من الخسارة كل نجاح لازم فيه مقابله شي ممكن تفقده أو تخسره عزيز المتابع كل واحد مننا هو إنسان فريد من نوعه مش كلنا مطبوعين بقالب كيك رح يكون فيه أشخاص أنجح منك أسكى منك أجمل منك ما في نجاح بهيد الحياة دون محاولات فأشلة لأنه محاولات الفشل هي التمهيد للنجح حياتك مثل لوحة كبيرة جاهزة لتملأها فلا تخاف منها رح يكون فيه أوقات سعيدة وأوقات صعبة فلا تخاف وعيش كل تجربة مهما كانت بكل قوتك لأنه الإنسان بعيش مرة واحدة بس وبالأخير إذا بدك توصل لهدفك لازم تتعب وتشتغل على حالك يمكن تمر بمراحل تبكي وتصرخ ولكن تذكر أنه هدفك ببلش بتحدي وإذا كان بدك تربح هيدا التحدي ومصر أنك تحقيقه وتحصل عليه فعلا لازم تتحمل كل شي وما تستسلم وإذا ما حدا نفهم نظرتك فهيدا لأنه نظرتك أنت الوحيد اللي عم تهتم فيها أنت فقط أنت خليك بوزيتب لهون بتكون خلصة حلقة هيدا الأسبوع بتمنى أنه يكون عم وصل فكرة الموضوع بطريقة سهلة ومفهومة ليستفيد منها كل شخص إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشار والسبسكرايب لا يوصل العدد أكبر من الناس شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء